ندخل بقى لموضوع الحلقة وهو ليس بعيد طبعا عن فلسطين نحن نتكلم عن الشدائد والأزمات هل يتصور أن الدنيا ليست دار ابتلاء؟ يعني أعيش الناس تقول ليه ما عيش حياة كده خالية من الشقاء يعني؟ ربنا سبحانه وتعالى جلت حكمته جعل الدنيا دار ابتلاء دار تعب لقد خلقنا الإنسان في كبت فيها الخير والشر فيها الخطأ والصواب فيها الحق والباطل حتى العلماء يقولوا أنه فيه تمنحجات أي إنسان في هذه الدنيا لابد أن يمر عليها ويذوقها فحتى الشاعر كده قال بيتين من الشاعر جمع فيهم التمانية دون يقول إيه؟ ثمانية لابد منها على الفتح ولابد أن تجري عليه الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سكم وعافية لما نيجي كده مع السادة المشاهدين نعد ونقوم كل شيء والشيء المقابل بتاعه سرور وحزن يعني أنا شوية هكون سعيد ومبسوط وأحداث تأتي لتفرحني وتسعدني في هذه الحياة ممكن بعدها بساعة أو بعدها بيوم أو بعدها بحاجة بسيطة جداً يأتي الحزن واحد حزين يأتي العكس يعني لابد إذا من السرور وما في مقابله الحزن سرور وحزن واجتماع وفرقة يعني إحنا دلوقتي مجتمعين خلاص على الساعة تسعة مثلا هننخلص الحلقة وكل واحد يروح مكانه في زميلك في الشغل عند سن القانونية للمعاش بتسيب الصحبة الحلوة اللي كانت موجودة والناس الطيبين اللي كانوا مع حضرتك أو في فترة الجامعة بيبول أربع سنين بتوع الجامعة في صحبة كويسة كل واحد يروح المكان اللي هو فيه في الجيش مدة الخدمة العسكرية ممكن مدة لساعة شهور أو تلس سنين على حسب المدة بتاعت كل واحد فيه ناس بتبقى أصحاب بعضها من المدة البسيطة دي نظراً بس فيه في النهاية اجتماعه فيه يقابله فرقة حتى إن لم تحدث الفرقة في الدنيا بيننا وبن بعض بتحدث بالوفاة إنه ده يموت قبل ده أو ده يموت بعد ده يموت له قريب يموت له صديق يموت له عزيز إذن فلابد من الاجتماع لكن طالما فيه اجتماع يبقى لابد أن أضعف اعتبرنا أنه فيه مقابل اللي هو إيه اللي هو الفرقة سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعصر مهما كان الإنسان غني هتيجي لحظات يقولك أنا متدايق أنا عايز أستلف أنا والله وبعد كده تتعجب يا فلان ده دخله مثلا كذا ألف أو كذا إزاي هو بيستلف إزاي مثلا دخله مش مساعده إزاي إزاي لأنه مهما بلغ الإنسان من أعباء وتكاليف والحاجات ديات كلها بتخليه تمر عليه أوقات ضيق أوقات شدة أوقات ليس فيها رفاهية وليس فيها رخاء ومهما كان هو متداي أو فئير أو مشلائي أو كذا تلاقيه سبحان الله انت عامل إيه فلان قولك والله الحمد لله الأشياء معدن لأنه أبوث وإيدي ووش وضهر ربنا فتح علي من واسع ربنا فتح علي من واسع وها كذا الإنسان أهو جسر وعسر ثم سوق من وعافية اللي هي بقى الصحة والمرض نعم عشت معافة هيجي على الأقل ربنا يشفي الجميع ويعافي الجميع ولو نزل البرد تنيم الواحد شوية ساعات أو شوية أيام في السرير يعرف من خلالها فضل الله الواسع علي في الصحة وأنه كان في رغد من العيش وأنه كان في نعمة من الله سبحانه وتعالى وأنه كذا وكذا إذن فهذه الدائرة هي دائرة إلهية جعل الإنسان فيها في هذه الدنيا وجعل على رأس الدائرة صفوة الخلق اللهم الأنبياء أكثر الناس ابتلاء في هذه الدنيا هم الأنبياء الواقع يقول هذا القرآن يقول هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول هذا يقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل لو نظرنا في حياة أي نبي أي رسول من الذين قص الله عز وجل علينا قصصهم وعلى رأسهم طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هل لاها حياة صعبة حياة فيها مشكلات كتير حياة فيها أزمات كتير حياة فيها أعلى أنواع المجاهدة وأعلى أنواع الصبر وأعلى أنواع الرضا بقدر الله وأعلى أنواع التسليم لله سبحانه وتعالى شوف سيدنا موسى اللي كان لسه حتة لحم صغيرة وأمه تلقيه في اليم صحيح إيه اللي حصل بعد كده شوف سيدنا يوسف عليه السلام اللي كان لسه طفل صغير ويتمالى إخوته عليه ويلقونه في البئر وتأخذه السيارة ويعيش في بلد آخر ويحبس ويسجن ويتهم وتفعل معه كل هذه الأشياء شوف سيدنا نوح عليه السلام اللي قعد ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو قومه ولم يؤمن معه إلا قليل كفر به معظم الناس حتى أقرب الناس ليه ابنه فلزة كبدي شوف سيدنا إبراهيم مع أبيه شوف سيدنا لوط مع زوجته شوف لما نعدد كده أنبياء الله ثم نجد درة التاج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونتأمل في حياته ونستخرج من حياته العبر والعضاء نقول لا الدنيا لا يا جماعة ما نفكرش أنه هي احنا جايين هنا عشان نرتاح لا احنا جايين هنا عشان نتعب علشان بعد كده نرتاح احنا جايين هنا علشان نزرع علشان بعد كده نحصد هنحصد ايه ونزرع ايه نزرع بقى من خلال الابتلاءات دي الازمات دي الحاجات ربنا بيبتلينا بيها دي فنتعامل معها التعامل الذي ينبغي ان يكون من خلاله بقى يكون في ميزان حسناتنا مثقل بالحسنات التي نلقى بها الله سبحانه وتعالى ان شاء الله